السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كفزين فاميلين اليوم ان شاء الله قد اشترك معكم بحشوة لديدة بزاف اقتصادية في الفيديو السابق كنتو سولتوني واش ممكن ان حضرو المسمن بنفس الطريقة مالح لذلك اليوم كانت شارك معكم هاد الوصفة انتمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باش تفاصيل الوصفة بسم الله لبركاتي الله اول حاجة هنا اخذت هي زيت الزيتون الي وضعته في مقلات الي كتكون بقى باردة باش ما يتحرقش لي زيت الزيتون وغدا نضيف ليهم هنا حب اربعة ديال الحبات ديال البصل لي محكوكين ولا مفرومين كان شحرو هاد البصيلة مزيان حتى كي يكون تكيولي اللون ديالها ذهابي غدا نضيف هنا ثلاثة ديال الحبات ديال القرعة القرعة الخضرة اولى الكوسة ضروري الحشوة ديال اللي مسمن تكون مقطعها رقيقة بزاف اما كنحكوها اما كنقطعوها رقيقة من بعد غدا نحش نشحر حد القرعة حتى كالدبل وكي مشي منها اللي ما لنا خاص طروري الحشوة ديالنا تنشف مزيان كيف ما كتشوفوا معيها هي نشفات كالطيب وكتوجد كان نضيف التوابل باش كتبقى محافظة على النكهة ديالهم هنا اضفت شوية ديال الزيت والمقطع الزيت والمقطع كيبقى اختياري التوابل اللي غا نستعمل فهد الحشوة هي معلقة صغيرة ديال الكوركم اللي هو الخرق من بلدي شوية ديال الفلفل حارة وشوية ديال الفلفل الاسود غي شوية ماشي بزاف وهنا غدا نضيف الفلفل الوردي والفلفل الوردي كيبقى اختياري لا توفرتوا عليه غا نضيف شوية ديال الكامون اللي كان حكوغي بين الديا باش ما كيعطينيش المرورة كان شحر مزيان هاد هاد الحشوة هادي سافيه دا باكت وجدك غا نطفع لها وغدا نضيف القصبر والمعدنوس مخلطين وكتصبح الحشوة واجدة كنخليها تبرد تماما ومن بعد غا نضيف ليها مية وخمسين جرام ديال الجبن الكريمي الفخوماجة تختيني وغدا نضيف الزعتر حتى هو الزعتر كنخليه حتى الاخر لحظة باش كنحافظه على النكهة ديالو هاد الحشوة هادي غا تجيكم غريبة لان فيها غير قرعة ولكن كتجي لديدة بزاف القرعة زائد الفروماج زائد البصل والزعتر هادو ثلاث هادو باربعا بيهم كيجوا كيتوتوا مع بعضهم هادو الحشوة هادي نقدر نضيف لها شوية ديال الدجاج حتى هو ولكن غي هاكدا مع الفخوماج را كتجي لديدة بزاف والعجين غدا نستعمل العجين اللي كنت استعملت في المسمن ديال اللوبيا هنخلي لكم رابط اسفل الفيديو هنا من بعد ما ارتحت لي غي شي شوية العجينة كمدا غنستعمل غن نخدمها بنفس الطريقة ديال الفيديو السابق نخلي لكم ان شاء الله بالنسبة الناس اللي بقين ما شافوش الفيديو خلي لكم اه الرابط اسفل هاد الفيديو ان شاء الله غدا ننسرحها غدا غيب زيت الزيتور نخلط مع شوية ديال الزبدة وسميدة اللي ضفتلي ها غي شي شوية ديال بيكاربونات دوسود باش كيجيني شوية مسمن مفروق من بعد ما كتمل احسن تخليوا اديك الخبزات ترتحوا واحد شوية عدا باش كنتلقوها كيف ما كتلاحظوا معايا حتى زيت الزيتون نخلط مع الزبدة الزبدة اللي كنو مزولين منها الحليب كتجي الديد بزاف كيجين بالدل المادق ديالو صافي غي كندهنها بهدك بالحشوة اللي كتكون الحشوة اللي كنا حضرنا من قبل كينين طرق اخرى اللي كنحضر بهم بسم من عامر ولكن هادي كتعجبني بزاف لانها سهلة يعني كيتحضر بسرعة كنقطعو بهاد طريقة غدا تقولوا لي بان الحشوة غدا تبقى شوية خارجة ولكن مش مشكلة من كيطر كتلسق ذيك الحشوة معايا لانا ما مكترينش بزاف الحشوة غيا الحشوة نعطيكم محد الناصيحة الحشوة خاصة تكون يعني شوية وافية في الملح وفي التوابيل لان انا كنضيفو كيمية قليلة انا ما ضفتش بزاف الملح لان انا ضفت الفقوماج وهادي طريقة تانية الناس اللي ما بغوش الحشوة اعتبال قدروح تالاخير وديرو اه خبيزة صغورين يعني طيبوها بهالطريقة اللي كتشوفوا معايا صافي انا ما عنديش مشكل وخا الحشوة كتبان هكدا ماشي مشكل لانا في الاخر ما كيجي المنظر ديالو زوين كتتبسطوها في الاخير مني كتكملوا الكمية كاملة كتبسطوها بهالطريقة اللي كتلاحظوا معايا صافيو كنبدون طيبو فيهم وكيف ما العادة كنخليوه غي كنخليوه تقريبا قل من دقيقة وكنقلبوه وكمقوا نقلبو فيه باستمرار حتى كيطيب باش كيجينا في طيب ديالو موحد وكيجي المنظر ديالو زوين كيف ما كتلاحظوا معايا وخا الحشوة بقتبينة من الجناب ولكن كيجي المنظر ديالو زوين ما كتلاحظوا معايا ما خرجتش بالمرة من المسمن لانا من كترين شو بزايف كتلسق في العجينة وهادي المسمنا اللخرة اللي كنت وريتكم الطريقة كيجي بهاد بغيت نغين وريكم حد قدرت غي وحدة بالنسبة للناس اللي ما بغوش الحوشوة تبين بالمرة بما انا نزد فيها يعني قريسة اخراجة كبير شوية وهدي هي النتيجة كيجي بحل هكدا المضاق كيجي لديد بزاف ما ولادي ما عرفوش بأن نرى القرع اللي فيه داقوب قدت يقولوا لي شنو درتي فيه ان شاء الله غدت تجربو ويعجبكم تمنى ان شاء الله يكل الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم الى عجبكم كيف العادة ما تنسوش الضغط على زر لايك وتشتركوه مع الاحباب والاصحاب الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة